نعم بدر في الواقع في هذه اللحظة تصلني تأكيدات من مصادرنا داخل مجلس الأمن أن جلسة المشاورات انتهت وأن مندوب الجزائر عمار بن جامع أبلغ نظراءه سفراء الدول في مجلس الأمن أنه سيوزع عليهم نص مشروع قرار مساء اليوم مساء ثلثاء بتوقيت نيويورك خلال ساعات قليلة وأنه أوضح أن مشروع القرار سيكون مختصرا جدا ومباشرا وسينص على وقف القتل في رفح هذا الموقف أكده المندوب الجزائري قبل لحظات أثناء خروجه من قاعة مجلس الأمن وسنرسل لكم مقطعا صوتيا عند توفره ولكنه أكد للصحفيين أنه سيوزع بالفعل مشروع قرار مساء اليوم بتوقيت نيويورك على أعضاء مجلس الأمن السياق يأتي في التحرك العربي المستمر والذي تعبر عنه الجزائر بصفتها ممثلة لمجموعة الدول العربية في مجلس الأمن الجزائر كانت دعت إلى جلسة مغلقة انتهت قبل اللحظات واختارت الجزائر أن تكون هذه الجلسة مغلقة لكي يتم التحدث فيها بشكل صريح وفق ما سمعت من ديبلوماسي مطلع بدلا من أن يفتح مجلس الأمن بالاستعراضات الخطابية وفق ما أوضح لي مصدر ديبلوماسي وبالتالي هذه الجلسة كانت جلسة مصارحة ومن الواضح أن الجزائر أتبعتها بهذه الخطوة الإجرائية الأخرى المتمثلة بطرح مشروع قرار مشروع القرار لم يوزع حتى هذه اللحظة على أعضاء مجلس الأمن ولكن ننتظر من مصادرنا أن نطلع عليه ويرجح أن يكون في فقرة تنفيذية واحدة أو فقرتين بحيث ينص مباشرة على وقف أعمال القتل في رفح وحماية المدنيين من التهجير القصري هذه هي الترجحات حتى الآن بدر ولكن سنرى إن كانت هناك من صياغات أخرى ستضاف إلى هاتين الفكرتين في نص مشروع القرار الجزائري أيضا توقيت طرح مشروع القرار يأتي عشية جلسة منتظرة لمجلس الأمن غدا الأربعاء صباحا بتوقيت نيويورك وينتظر أن تكون جلسة عاصفة أيضا في ضوء استهداف إسرائيل لمخيمات اللاجئين وخيم اللاجئين في رفح وما شهدناه من حجم الخسائر وأيضا فداحة هذه الجرائم التي ندد بها مختلف قادة العالم